الآن نتكلم عن negative possibilities and impossibilities الآن نحن راح نحكي عن negative possibilities شنه يعني negative possibilities يعني هي احتمالية ولكن في حالة النفي احتمالية ولكن في حالة النفي ناخذوها هذه الملاحظات يقول الملاحظة الأولى يقول الملاحظة الأولى may and may not زائداً verb is used to say that possible that something in the present is not the case or that something in the future will happen يعني نستخدم المي والميت للتعبير على أنه فتحة حدث معين ما راح يصير تبه يمنى ملاحظة المي والمي نات تستخدم للتعبير عن حدث ما راح يصير يعني ماكو احتمالية حدوث هذا الشيء يعني لا يوجد احتمالية لحدوث ذلك الشيء وتستخدم طبعاً بالمضارع تستخدم طبعاً مع المضارع طيب نضيف ملاحظة أخرى ولكن نستخدم المي أو ملاحظة رقم 2 نستخدم المي والمي نات زائداً المي والميت نات زائداً بي زائد فعل b ing عيد المي والميت زائداً نات زائداً بي زائد فعل يحتوي على ing إذا كان هناك استمرارية بالحدث إذا كان هناك استمرارية في الحدث إذا كان عندي استمرارية راح أقول أيضاً أيضاً هو يعني هو استمرارية بالنفي يعني إذا هناك يعني حدوث عدم حدوث الشيء باستمرارية عدم حدوث الشيء باستمرار راح نأخذ أمثلة حتى توضح الصورة طبعاً هذا كله مضارع كل هذا مضارع طيب زين أكو عدم احتمالية في الماضي طيب نعم يوجد نكتب ملاحظة رقم 3 تستخدم المي والميت زائداً نات زائداً هاف زائد تصريب ثالث للفعل نكتب الملاحظة على راحتنا نقول يابا may و may not زائد may و might و may not زائداً هاف زائد تصريب ثالث للفعل المي وال might زائداً هاف زائد تصريب ثالث للفعل أعيدها مرة آخرة may و might زائد نات زائداً هاف زائد تصريب ثالث للفعل للتعبير عن عن عدم حدوث الشيء ولكن في الماضي يعني شيء ما حدث بالماضي may و might زائد not زائد انهاب زائد تصريف ثالث للفعل زائد تصريف ثالث للفعل عدم حدوث الشيء في الماضي يعني شيء ما حدث شيء ما حدث بالماضي شيء لم يحدث في الماضي شكراً لكم 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 95% هي الموضوع اذا اننا اخوان اذا اننا كل جميع مهمات نركز عليها نحيل هنا منطين الدرجات النفي القوة هذه هي اللي راح تفهمنا الزمن هذا الموضوع كليته اذا فهمنا هذا نقدر نحل كل التمارين السابقة طبعا مني قال لي الاس يعني اقوى شي هي الاس بعدين قال لي المست بعدين المي اذا اني كل نفس الشي يعني المي بي طيب هنا قيل لي الكنت بي أبسيت يعني معناها أنه الكنت أقوى من الميت والكود بي يعني لما تجيني جملة بيها قطعية بيها قوة فلازم استخدم الكنت لأن الكنت بيها قوة أكثر شيء الكنت بيها قوة يعني لو رجعنا على هذا التنبرين التنبرين 25 الاختيار الصحيح راح يكون كونت بي ليش لأن بيها قطعية هو عمره 20 سنة وإنكو دكتور عمره 20 سنة فهاي كونت مستحيل يعني بيها لأن هو أصلا قيل لي بتجد ونسبة التأكيد بيها 99% يعني معناها كلش قوية الكنت بي قيل ليابع جوها النوب جوها النوب بالنفي قيل لي مصنت بي طبعا هاي منطين المثبت والنفي هو هاي نسبة النفي يعني نسبة القوة نسبة التأكيد سواء بالنفي أو بالمثبت ما العلاق نسبة التأكيد فهذا جدوى نحفظ جدا نعرف يا هي درجتها عالية جدا ويا هي درجتها ضعيفة هسا نجي أضعف شي هي الكود بي أضعف شي هي الكود بي بالتأكيد وبالنفي كود بي والمايت بي ذني كل نسبة 50% أقوى شيء أقوى شيء عند الاس بالنفي وبالمثبت على حدها عندي وراها اللي مثبت اللي هي الكنت بي طبعا ما عندي نسبة 99 بالمثبت ما عندي فراغ يعني ما عندي أي شيء بهاي الحالة فهذني بالنفي وبالماضي هذني اللي يحفظهن راح يقدر يسيطر على يونت ستة كاملا راح يسيطر على يونت ستة كاملا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة